هذه نقطة مركزية البعض يتصور أن أي فضيلة وأي مقام للأنبياء وللأئمة هذه من الغلو وليس كذلك الغلو في العقيدة هو أن توصل إنسان إلى درجة الألوهية هذا هو الغلو في العقيدة أو أن تثبت له فضيلة غير ثابتة هذا أيضا من الغلو يعني مثلا إنسان عادي تعتبره نبيا وهو ليس بنبي هذا غلو في ذلك الإنسان صحيح ما أوصلت إلى درجة الألوهية لكن زعم أنه نبي من دون أن يكون نبيا هذا غلو فيه الغلات الذين كانوا في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام وحكم الأئمة بكفرهم وطردوهم هؤلاء كانوا يعتبرون الأئمة كآلهة بعض الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى كانوا يصفون الأئمة بها أو كانوا يوصلوهم إلى درجة الألوهية كما فعلت النصارى بالنسبة إلى عيسى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق المسيح عليه الصلاة والسلام غلوا فيه كيف غلوا فيه؟ لأنه اعتبروه هو الإله هذا بعض من النصارى لذا الآية تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح والبعض منهم اعتبروه أحد الآلهة الثلاثة لذا آية أخرى تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إذا واحد ينتحل الإسلام لكن يدعي أن الرسول أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء لهم درجة الألوهية هذا غالي والفقهاء ذكروا في كتاب الطهارة من الفقه في باب نجاسة الكافر أن الغلاط الذين يؤلهون الأنبياء أو الأئمة هؤلاء كفار نجسون لا يجري عليهم حكم الإسلام لكن إذا واحد يجي يثبت فضيلة للرسول أو للأئمة عليهم الصلاة والسلام لا تصل إلى درجة تأليههم وقد ثبت الدليل على امتلاكهم تلك الفضيلة هذا ليس بغلو يعني مثلا نحن حينما نقول إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله معصوم طبعا سائر البشر باستثناء الأنبياء والأوصياء ليسوا بمعصومين عندما نقول الرسول معصوم هل هذا غلو في الرسول كلا وإنما هذا إثبات لفضيلة للرسول صلى الله عليه وآله أرادها الله سبحانه وتعالى له الله قدرها له وفضله بتلك الفضيلة على الناس هذا ليس من الغلو إثبات فضيلة دل عليها الدليل حينما نأتي ونقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله هل هذا غلو في عيسى كلا لأننا لم ننسب له صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى بل قلنا بإذن الله يعني الله سبحانه وتعالى قادر ولذلك أعطى لعيسى القدرة في أن ينفخ فيه مجسمة طير فيكون طيرا لكن بإذن الله يعني الله هو الذي أعطاه هذه القدرة الفرق بيننا وبين النصارى أو بعض النصارى في هذا المجال هو أن هؤلاء أولئك يزعمون أن عيسى بقدرته الذاتية هذا غير شركهم في الألوهية هذه الصفة ينسبونها إلى عيسى أنه هو بذاته كانت له هذه القدرة لأن هذا غلو وكفر يضاف إلى الكفر الأول الذي هو التشريك في الأولوهية لكن نحن حينما نقول أن عيسى خلق من الطين كهيئة الطير فكان طيرا بإذن الله هذا عين التوحيد لأنك أثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق بشرا ويعطيه هذه القدرة لكن ليست قدرته بالاستقلال هذا الإنسان وإنما قدرته من الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا في بعض مباحثنا وبحوثنا التوحيدية أن كل قدرة لأي إنسان هي بإذن الله يعني أنا الآن أحرك إيدي هل هذه الحركة بقدرة مني؟ كلا هذه القدرة أعطانيها الله سبحانه وتعالى لذا في الصلاة ماذا نقول؟ نقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد الآن مليارات من الناس يقومون ويقعدون هذا أمر طبيعي لكن هل قدرتهم على القيام والقعود بالذات؟ كلا وإنما هذه القدرة الله سبحانه وتعالى قدرها لهم زيان عامة الناس الله قدر لهم قدرة ضمن دائرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة عليهم السلام في معاجزهم الله سبحانه وتعالى أو في قسم من معاجزهم الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة أكثر من قدرة سائر البشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة